بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أبنائي وبناتي طلاب وطلباتي الثانوية العامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت برحمتك إذا شئت جعلت الصعب سهلا اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وعفض علينا من خزائن علمك برحمتك يا أرحم الرحمين نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين أبنائي وبناتي طلاب وطلباتي الثانوية العامة النهاردة في لقاء مهم جدا من لقاءات برنامج آخر كلام حول آخر كلام في الأدب نعرفين أن فرع الأدب طلاب كتير بتشتك منه سواء الطلاب المذكرين من أول السنة مشتكوا من تداخل المعلومات ونسيانها أو الطلاب اللي أجلوه بدأوا من يحسوا بتقل الأدب وبدأت الطلاب تقول هل من مغيث إن شاء الله رب العالمين في الحلقة دي هقدم لكم تلات حاجات الحاجة الأولى النظر عام على الأدب تلمهولك بسرعة طبعا الحاجة التانية هي مختارات أسئلة مهمة أوي لعلك تلاقي زيها بالزبط الحاجة التالتة والأخيرة هي تحذيرات خلي بالك لحسن تخلط ما بين كذا وكذا خلي بالك لحسن يبقى عايز كذا وانت بتكتب كذا خلي بالك من الإجابات النقصة إلى آخر نبدأ بالجزء الأول النهاردة معانا وهو إطلالة على الأدب كده عشان نحس إن إحنا مسيطرين عليه أول حاجة تعرف إن الأدب ده على ضخمته الأدب اللي أرفك ده هو الأدب اللي أرفك ده هو على ضخمته هو تقريبا أربع عنوين بيتكرروا في كل حاجة يعني من أول أدب الشعر لغاية أدب النسر هم تقريبا أربع عنوين بيتكرروا معقولة آه والله تعالى كده نشوفه مما إيه أول حاجة رواد إنت هتلاقي رواد في الكلاسيكية هتلاقي رواد في الدوان رواد في أبولو آه الرواد تتسأل فيهم طبعا مين الرواد دولة عملوا إيه قدموا إيه فالرواد دول مهمين جدا عندك رواد في المهاجر عندك رواد في الواقعية عندك رواد في المقال طبعا المقال رواد المقال من أول أحمد أمين ومصطفى أمين وطه حصين والعقاد والرافعي ما هي دي رواد رواد يعني الكتاب اللي هم بيكتبه سواء شعراء أو أدباء اللي هم بيكتبه النسر كمان عندك رواد في القصة القصيرة عندك البدوي وعندك يوسف إدريس إيه رأيك بقى بطل تمسك ورقة كده لما تحب تلم الأدب وتقوم عمل الرواد دي بيح تقوم كده آه عشان تبص عليهم مع بعض اسمها ورقة الرواد وسهي ضيع وقتي لا ما بدعش وقتك ده بيرتب لك معلوماتك طيب الحاجة التانية العنوان التاني اللي بتكرر في الأدب كله من أول وآخرة العوامل كلمة عوامل دي من أكتر الكلمات اللي بتتكرر في كتاب المدرسة أو في منهج الأدب عموما يعني تعال نمسك كده العوامل أول عوامل لو تفتكر عوامل ضعف الشعر وبعدين عوامل نهضة الشعر والعوامل اللي أثرت في البرودي والعوامل اللي أثرت في جيل التطوير ده بص المدرسة كلاسكية بس فيها أربع أربع مناطق بيتكلموا عن العوامل عوامل ضعف الشعر احنا عارفين انا مش هتكلم كتير مش هدد التفاصيل انا بس بديلك ازاي تمسك الأدب ازاي تحس انك مسيطر على الأدب ومرتب المعلومات في دماغك بحيس انها ما تخشش مع بعضها فانا ماشيلك في الأدب بطرقة أفقية فزي ما قلتلك فيه عوامل ضعف الشعر وعوامل نهضة الشعر اللي هي الحملة في نسي محمد علي والعوامل اللي أثرت في البرودي برودي العوامل اللي هي تلمزته على ايد حسين المرصفي ونقاء ذهنه وسلامة فطرته وكمان حفظه للشعر القديم دي العوامل آه يا ما بين السطور كده بس موجودة في كتاب المدرسة العوامل اللي أثرت في البرودي كمان العوامل اللي أثرت في الشوئي اللي هي رحلاته ولغاته والجمهور والصحف والنقاد دي عوامل اثرت في شوي وعوامل اثرت في جيل التطوير جيل التطوير عندك اللي هي اطلاعهم على الثقافة الغربية النضال الوطني فكرة الجامعة الاسلامية دي عوامل طبعا تأثرهم طبعا القوي جدا بالقدماء عوامل اثرت في جيل التطوير ياها ده ما دس الحداء بس بص فيها عوامل دي آه لازل تبقى مدرب كده ومصنف كده عشان ما فاجأكش بعامل من العوامل دي يقولك اذكرها وانت تتوه بقى تكتب بدا العوامل خصائص مثلا لا طبعا مرفوض الكلام ده طبعا طب متران في عوامل اثرت في متران للعوامل اللي وجهته للرومانسية اللي هو احساسه المرهف ولبنان والطبيعة اللي عاش فيها يعني بالاضافة لتأثرة بالثقافة الفرنسية دي عوامل متران الديوان فاكر عوامل بتاعت الديوان الكابتل استعمار البغيد وهربهم واحساسهم بظلم الواقع ويأسوهم من تغييره فلجأوا الى الطبيعة هي دي العوامل وثقافته من انجليزية من ضمن العوامل ومتران طبعا أثر فيهم ده الاب الروحي اليوم هو وين اختلفوا عنه في بعض الاشياء إلا ان دي تعتبر عوامل شفتي سؤال عوامل عامل ازاي الديوان فيها عوامل طبعا فيها عوامل أبوله في عوامل صراحة من رسل أبوله فيها خمس عوامل متران وثورة 19 والصراع الأدمي ما بين الإحيائين وبين الديوان هم استفادوا من الثلاثة اللي جوه دول واستفادوا من حاجتين برة استفادوا كمان من الصراع عفوا من أحمد زكي أبو شادي اللي هو رائدهم اللي تربى في انجلترا فتأثروا بالثقافة الإنجليزية وكمان اتأثروا جدا بمدرسة المهاجر مدرسة المهاجر أصلا كانت بتأثر في الوطن العرب كله ده من الأسئلة المشهورة بسبب اتحاد المذهب وبسبب انهم كانوا رامز للتجديد دي عوامل في المهاجر في أبوله المهاجر لها عوامل طبعا حرية فاكر واختلاف الإطار الاجتماعي والثقافي والتفريقة العنصرية والتقدم الكبير اللي أصبهم بشكل دوار وعندك كمان الحنين إلى الوطن دي عوامل العوامل كمان لا أسرت في الوقعية وفي عوامل في الوقعية حرب العالمية وازدياد النفوذ الصهيوني وضياء فلسطين والنموء الوعي الشعبي العالمي وطيار القومية الجارف والحنين إلى الوطن دي عوامل أسرت في مدرسة المهاجر وأسرت بقوة كمان خلصنا للشعر ها هندخل في النسر النسر فيه المقال المقال فيه عوامل أسرت عوامل إيه أستاذ المال ومال العوامل دي لأ إزاي مش فيه عوامل بتخلي المقال يعني يتنوع فيه عوامل اللي هي موضوع حسب موضوع المقال اللي بيكتب فيه وحسب ثقافة الكاتب وشخصيته وحسب وسيلة النشر العوامل دي هي اللي بتؤدي إلى تنوع المقالات هذه عوامل في المقال طب هو فيه عوامل في القصة القصيرة آه في عوامل في القصة القصيرة لما قال لك ليه القصة القصيرة اتجهت إلى الوقعية بسبب إيه بسبب الحرب العالمية وبسبب حركة المجتمع الشمالة في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وغيره شفت عوامل بكلمة عوامل جبنا الأدب من أول وآخر وبكلمة رواد انت عارف انك ممكن تجيب الأدب من أول وآخر ادي كلمتين جبت بهم الأدب كله كمان عندنا غير العوامل والرواد كلمة الثالثة طبعا اللي هي ممكن يعني أكبرهم شوية اللي هي الخصائص مفيش حاجة للا خصائص يعني انت من أول مطران من أول الكلاسيكية لا خصائص سواء خصائص المدرسة الإحياء والبعث اللي بتاعت البرو دي أو خصائص جل التطوير وصيك بقى انك بالكلمات المفتحية كده يعني ايه كلمات مفتحية يعني كل عنصر حط له كلمة أو كلمتين كده وافتكر بقية العنصر انت مش هتكتب مختصر ولا حاجة بس دي عشان ما تتهش عشان أدب معلوماته كتير فدي من ضمن الحاجات انك انت تمسك ورقة كده بيضة وتبدأ تكتب بداية كل عنصر بس وتكمله وانت من عندك شافهم فخصائص عندك خصائص الكلاسيكية اللي هي الإحياء والبعث وعندك خصائص بعدها كلاسيكية الجديدة اللي هي خصائص جل التطوير اللي هي المؤامة بين القديم والجديد وتأثر لغتهم بالصحافة والتجاه من السؤولة وموضوعات عصرهم إلى آخر تمام؟ طيب عندك كمان غير خصائص متران طبعا خصائص متران وخصائص الدوان وخصائص أبولو والمهاجر والواقعية طيب والمقال المقال في كلمة خصائص برضو موجودة آه موجودة خصائص المقال العامة ودي عبقى أقولها حكاية أو على تخلط ديت في عندي جزء كده اسمه لا تخلط ديت تحزيرات الأخيرة آه ده يا سيد الخصائص موجودة في كل حاجة راجعي انت الأفق ده عشان تحس انت مسيطر على الأدب حتى كمان تبقىش طريقة الملل انك عملت سمع كل حاجة لوحدها لا حاول قدر امكان الطريقة دي جميلة كده هتلميلك الأدب ان شاء الله رب العالمين طبعا طب ايه كمان عيوب كلمة عيوب ماشي معك كل يمكن في الناس اللي ما بتظهرش شوية لكن في الشعر في المدارس الشعرية مفيش مدرسة اللي لها عيوب آه كلمة عيوب دي مسك الموضوع كله يعني انت عندك اول حاجة عيوب الكلاسيكية لو تفتكر عيوب الكلاسيكية هي تغليب الجانب على حساب المضمون وعندك الاهتمام بقشور الأشياء وتفكلك الوحدة العضوية واعتمادهم على وحدة البيت يعني فده كل ادية دي من ضمن عيوب الكلاسيكية المعروف طب وعيوب الرومانسيين بص عيوب الرومانسيين ما تقالتش صراحة أثناء دراستك للأربع مدارس رومانسية عيوب الرومانسيين لما جيت تدرس الواقعية ظهرت عيوب الرومانسيين لما قلنا لك انها ما عادتش صالحة بسبب انها انعزال عن الواقع وكسرت قولهم أين المفر وهروبهم المستمر من الواقع فده طبعا كان بالنسبة لهم عيوب عيوب الواقعية برضه معروفة عيوب الواقعية طبعا هي لو تفتكر اللغة العامية والابتزال اللغوي زي أشرب وشاين في الطريق وأناموا على حجر أمي كمان من ضمن عيوبهم الرمز وغموض هذا الرمز بالإضافة إلى العيب الأخير اللي البعض اعتبروا ان ده عيب يعني اللي هو تخليهم عن الشكل التقليدي اللي هي الشعب فدي كانت عيوب ودي كانت مسكة اللي ايه شباب مسكة الأدب من أول وآخر كمان من ضمن الحاجات اللي احنا عندنا غير العيوب والعوامل والرواد مسألة قارن بقى ما يجي يقول لي قارن ما بين كذا وكذا ما تخافوش من السؤال ده جماعة خالص وبيهدوء شديد وما يقول لك قارن ومكتب خصائص لتنين يعني قال لك قارن ما بين الدوان وما بين الكلاسيكية اكتب خصائص الدوان وخصائص الكلاسيكية قول لي يا أستاذ هو زكي هو ما بيسبكش تعمل كده هو بيروح إليك إيه قارن ما بين الدوان وكلاسيكية من حيث الوحدة العضوية الخيال اللغة بس وحصلت لحد دلك ثلاث نقاط طب ما أنا مع عادي ما أنا هسمع كده شافه في دماغي ولاقي مثلا الوحدة العضوية طبعا مفتقدة عند الكلاسيكيين لكن طبعا محققة بشكل قوي جدا عند الدوان هلاقي اللغة عند الكلاسيكيين تراثية لكن اللغة عند الدوان عصرية هو ده اللي تذكر في الكتاب عن اللغة على فكرة يعني الكلاسيكيين كانوا بيعتمدوا على الأدب القديم وعلى الصحراء وعيون المهة وملاعب الآرام يذكروا الخيام مش عارف إيه دي لغة الكلاسيكيين لكن لغة الدوانيين كانت لغة عصرية مأخذها من عصره ويغنب عليها الزهنية طبعا زمان تعارف لأن أصلا الدوان كل حاجة فيها بيغنب عليها الزهنية بس أنا عملت إيه جبتي الخاصيلة هنا جبتي الخاصيلة هنا عادي بجيب من خصائص لما قولك قارن ما بين الواحدة الأدوية عند الاتنين قلت لك طبعا الدوان بتحققها لكن الكلاسيكين ما بيحققهاش طب بفرض قلت لك بقى الخيال طبعا الخيال عند الكلاسيكين جزئي لكن عند الدوانيين إيه عند الدوانيين كلي برضو من ضمن قارن المهمة والمشهورة قوي إن أنا أقول لك قارن ما بين أول مدرسة وآخر مدرسة اللي هي مدرسة كلاسيكية ومدرسة مين ومدرسة المدرسة الواقعية مدرسة جديدة طبعا شتان ما بين الاتنين دول بيعتمدوا طبعا على اللغة المباشرة أو الطريقة المباشرة لكن الواقعيين بيعتمدوا على الرمز حتى فيه في النصور هتلاقي في كتاب المدرسة كده بيت بتاع البرودي البيت بتاع البرودي اللي بيقول فيه ألا إن الأيام تجري بحكمها فيحرم فيحرم ذو كد ويرزق وادعه تخيل لو جي قالك بقى ده في النصور وجي قالك قارن ما بين طريقة تعبير البرودي وبين طريقة محمد إبراهيم أبو سن عفكة ده مش من النص ده من الأدب فأنت هتعمل ايه تقول إن البرودي عبر بالخيال الجزئي محمد إبراهيم أبو سن عبر بالخيال الكلي البرودي عبر بلغة خطبية مباشرة محمد إبراهيم أبو سن عبر بلغة رمزية البرودي عبر بخيال جزئي ده خيال كلي البرودي عبر بالبيت ده عبر بالسطر البرودي عبر بالوزن ده عبر بالتفعيلة نجي بقى لي قارن أيضا لكن مش ما بين المدارس الشعرية ما بين الفنون النثري هتعندك مقارنة مشهورة قوي ما بين القصة القصيرة وما بين الرواية إن كانت الرواية تتناول قطاع طولي القصة القصيرة تتناول قطاع عردي وإن كانت الرواية تتوغل في أبعاد الزمان والمكان فالقصة القصيرة تتوغل في أبعاد النفس الإنسانية أو ده برضو أيضا سؤال قارن وسؤال مشهور وعلى فكرة الرواية يعني بجد من الأسئلة اللي ممكن تيجي فيها ومهمة جدا ياريت تكتبوه عندكو الرواية التاريخية تعرف ان تعرف الرواية بقى مش هقول في كلام محفوظ عادي سهل بالنسبة لكم تعرف الرواية ومكونات الرواية كل ده بسيط خالص تلو قريته هتلاقي كلام بسيط وسهل جدا لكن في حتة انواع الرواية وبالذات بقى الرواية التاريخية الرواية التاريخية ديت يعني من ضمن الاسئلة المهمة اللي تكتبها وتعرفها وتاخد بالك منها لان لازم تعرف يعني ايه رواية تاريخية رواية تاريخية اللي هي بتقوم على اساس التاريخ وبتتناول شخصية او بتتناول حدث بتعتمد على إيه الرواية التاريخية بتعتمد على الصراع البشري والتشويق وتضارب العواطف الإنسانية بتعتمد على كده ولها إسقطات على الواقع حتى دي مهمة أوي بقى يعني إيه إسقطات على الواقع يعني أنا لما بتناول رواية معينة أو فترة معينة تاريخية بربطها بالواقع اللي إحنا عايشين يعني تخيل مثلا أنه واحد عمل نوعتي فيلم عن صلاح الدين يبقى هي رسالة لهذا الجيل أن حرروا القدس كما حرارها صلاح الدين الأيومي فده هدف الرواية التاريخية شوف أنا قلت كم حاجة قلت إيه هي الرواية التاريخية وقلت بتعتمد على إيه وهدفها إيه إيه هدف الرواية التاريخية معرف أن هدف الرواية التاريخية إثارة الوعي القومي إثارة الحماسة تجسيد الأعمال البطولية عشان تبقى مسأل أعلى الجيل ده يحاول أنه هو يقلد هذا المسأل الأعلى يبقى أنا عندي أهداف الرواية التاريخية فالحيطة على فكرة الرواية التاريخية وعلى ما تعتمد وما أهدافها ثلاث أسئلة فلازم نكون عارفين إجابة الأسئلة دي كويس قوي وهو ما جابش في الكتاب مثال للرواية التاريخية لكن احنا درسنا قبل كده وإسلاماه كانت مثال واضح جدا على الرواية اللي هي شباب على الرواية التاريخية في أنواع أخرى طبعا من الرواية زي ما احنا عارفين الوقعية والرومانسية وفي كان فيه زمان في الكتاب بس اتشارت عشان لو لقيتها في بعض الأسئلة رواية اسمها رواية الخالي العلمي المهم أنها موجودة لكن الكتاب لم يذكر مثالا على الرواية التاريخية طب الاستشهادات بقى احنا عارفين الاستشهادات في الشعر يعني نخرج برا سؤال قارن شوية معلش خلاص احنا سؤالنا يعني خرجنا برا سؤال قارن وكمان ركزتلكوا على سؤال الرواية التاريخية نجي بقى للاستشهادات في النصر هل النصر محتاجه وراخر استشهادات؟ آه بس بنستشهد في النصر بأسماء الكتاب وبأعمالهم الفنية يعني في المقال عارفين كلنا مصطفى امين في فكرة وصندوق الدنيا وصراح منتصر في مجرد رأي واحمد باهجة يعني دي هنحفظ الحاجات ديت انا بفكركم سريعا عشان ما طولش الوقت عليكم بفكركم كده يعني ايه استشهاد في الناس في الرواية بي استشهاد ايه والاستشهاد لما تيجي تتكلم عن نموذج للرواية اسم زقاق المدق زي ما الكتاب عملها وتعرف زقاق المدق ديت احدى روايات نجيب محفوظه كان بتتناول شريحة وقعية من الوقع طب لما تيجي تتكلم عن الرواية الوقعية هتستشهد برواية السلاسية بتاعت نجيب محفوظ في مرحلة الوقعية بتاعت نجيب محفوظ طب الرواية الرومانسية هتستشهد بمثلا لقيطة وهتستشهد بردة قلبي ردة قلبي دي ليوسف السباعي فتخير معاي سؤال كده انا ممكن اقولك زقاق المدق او اقولك السلاسية ردة قلبي ما الفرق بين الروايتين الرواية الردة قلبي رواية رومانسية اليوسف السباعي إنما السلاسية رواية وقعية لمن لنجيب محفوظ فانتبهوا لهذه الأشياء لأن الاستشهاد أيضا في الناس الموجودة شباب صلاته عن النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه فدي كانت إطلالة سريعة على الأدب عموما وخصوصا على أدب على أدب الشعر الحاجة التانية تعالوا نشوف بعض الأسئلة المختارة بعناية من امتحانات سنوعة عامة ومن دليل التقويم ومن كتاب المدرسة علشان نفهم السؤال عايز إيه بس أنا حقيقة عايز أبدأ بالأسئلة بتاعة كتاب المدرسة كتاب المدرسة في بعض الأسئلة هنبدأ كده سريعا طبعا أنا أشير الإجابات علشان وقتك ووقتي وعلشان تقدر أنك أنت إن شاء الله تستفيد بسرعة طبعا أنا هشير للإجابات مش هنجاوب إجابات مفصلة بس حديك مفاتيح الإجابة وانت طبعا تكملها علشان نعرض أكبر قدر مهم من الأسئلة لما يجي أقولك إلى أي مدى توافق على تسمية الإحياء والبعث بهذا الاسم تقوله طبعا أوافق ليه؟ لأن الإحياء والبعث جاءت والشعر العربي يعاني من عيوب كثيرة فخلصوه من كثير من العيوب وإن كان عندهم بعض العيوب إلا أنهم خلصوه من مئات العيوب لما يقول لي لم يكن اعتناق مطران للمذهب الرومانسي نابعا لظروف حياتي فقط وإنما من فلسفتيه الخاصة سؤال كده كبير كده في الكتاب يعنيك عايز في الآخر يا جماعة يقولك هو مطران اتجاه للرومانسية ليه؟ عارفنا كلنا بسبب لبنان والطبيعة لسه كنا إلينا في العوامل بسبب لبنان وسبب الطبيعة وبسبب الثقافة الفرنسية ودي حتة أنا دايما أنبه أبناء الطلاب يا جماعة الحتة اللي جيلك في الأدب ويقولك دي عايزة إيه؟ أنت مش عارف عايزة إيه؟ يعني أنت مش فاهم السؤال أنت مش عارف السؤال هو قدامك غير الحتة بتاعت اتجاه مطران للرومانسية أنت حافظ غيرها سمع الحتة اللي أنت عايزة اللي أنت عارفها لما يجيلك حاجة في الأدب وإنت مش عارف السؤال عايز إيه؟ سمع الجزء كله بتاعه يعني نفرج لك سؤال عن شوقي مسلا وإنت مش عارف عايز إيه؟ أحمد شوقي جيلي التطول يعني بس خصاص لك شوقي يعني هو أنت مش فاهم عايز إيه؟ بس كل السؤال مرتبط بشوقي معلش بقى حنلجأ إلى يعني الأمان بقى أن نحن روح مسماعين الحتة كلها بتاعت شاوية معنى أنا أش بحب الطريقة ديت بس أنا ما ينفعش تسيب السؤال فاضي ما ينفعش تعلم للجنة وتقول لي أصلا ما فهمت شو السؤال عايز إيه؟ لأ طبعا ده يبقى خسارة ودي طبعا يعني كده أنت حرام عليك لأنك إنت لو ركزت شو هتجيب السؤال إن شاء الله رب العالمين إذن لما يجي يقول لك مطران ويقعد يتفلسف بقى ويقعد السؤال من برة هلا هلا ومن جوا يعلم هلا يفضل بقى يتفلسف وجيب لك السؤال يمين وشمال وفي الآخر هو سؤال عادي جدا من اللي أنت حافظه ما تلا طيب لما يقول الوحدة البيت والوحدة العضوية انسب وفرق يعني إيه؟ يعني الوحدة البيت مين اللي بيعتمد عليها؟ الكلاسيكيين الوحدة البيت مين اللي بيعتمد عليها؟ المدارس الرومانسية والواقعية وهي أن القصيدة كالكائن الحية تتكامل أجزاء السؤال اللي بيقول لي بيقول لي أذكر أهم خصائص الاتجاه الواقعي للقصة القصيرة مع التمثيل ده في كتاب المدرسة وانا وقفت قدام السؤال ده لأن يعني إيه خصائص الاتجاه الواقعي؟ طب لو جاتني في المدرسة الواقعية أنا هقول له خصائص الواقعي لكن يعني إيه خصائص الاتجاه الواقعي؟ بصتوا خصائص الاتجاه الواقعية متقلة كده في سطرين كده في الكتاب بساط جدا لما قال وضعوا الإنسان في اعتبارهم الأول وقال لم ينسوا قواعد الفن وكتبوا على أساسه يعني هما كان الإنسان أهم حاجة بيهتموا بها في الاتجاه الواقعي وما عبروش بطريقة مباشرة لا عبروا بطريقة القصة القصيرة إبقى كلمتين كلمة الإنسان وقواعد الفن ده الخصائص طب التمثيل هتقول البدوي اللي قاعد يكتب خمسين سنة عن عمال الترحيل وغيره وهتقول يوسف إدريس وريادته طبعا كاملة عندك بس أنا طبعا بديك مفتاح الإجابة علشان ناخد أكبر قدر من الأسئلة ده السؤال ده خلي بالك برضو مهم يا مع طرق الكاتب لتحقيق الإقناع في المقال يعني ده برضو كده حاجة صغيرة كده يعني بصوا مصطر كده وده برضو عايز أنبه أولادي إن مش شرط يا جماعة نكتب نص صفحة عشان نبقى راضيين عن نفسنا إن احنا جاوبنا يعني الأولاد اللي حافظين كويس قوي بيبقى مش معقول بيقولك معقولة يعني هو معقول مثلا عايز بس أن أنا أقول له وضح الفكرة وضقتها وسلامتها هو ده اللي مكتوبه الله في الكتاب يعني أنت لو رحت الكتاب المدرسة هيقولك إن تحقيق الإقناع عن طريق دقة الفكرة وضحها وسلامتها بس هو ده سطر صغير وهتاخد على الدرجة كاملة فمش عايزك يبقى الموضوع عندك لازم تكتب بالشبر يعني فعايزك إيه تدي كل حاجة حقايا لما يقولي برضو ما معنى الطيار الوجداني السؤال ده استقلت كتير فيه قوي على صفحة بن زاكر ولك بقى معنى يعني ايه الطيار الوجداني يا أستاذ ايه الطيار الوجداني أنا أعقى كلمة سبعة صلو على النبي بقى عشان الحتة ديم يعني بسيطة وانتوس عدت ايه بتاع أدواء يعني وجدان احساس شعور جو نفسي كل ده يعني العطفة وجدان شعور احساس جو نفسي كل ده معنى العطفة فلما اقولك الطيار الوجداني عند مثلا أبولو او الطيار الوجداني عند ديموتراني معنى العطفة معنى العطفة واصرها طبعا وهي مهمة جدا ركنة اساسي من الرومانسية معادة ديوان طبعا اه كان الجانب العطفي ده عندهم باهت شوية لما اقول لي برضو اه الى اي مدى تختلف لغة الشعر عند الديوان اقول له انها لغة عصرية اخدت من عصرها طب ناقش اوجه الاختلاف والاتفاق بين أبولو والديوان بصهم متفقين في كل حاجة متفقين في الرومانسية وفي الوحدة العضوية وفي ذاتية التجربة وفي الحزن والتشاؤم وفي الهروب من الواقع بص تقريبا كل الخصاص متفقين فيها ما عدا نقطة اساسية ودي قلتها وانا بكلم من شوية الذهنية اللي يناور عليك يعني ان كان الدوانيين ان كان الدوانيون يغلبون الجانب الذهني على الجانب الوجداني الا ان الابولو طبعا لم تصنع هذا الصنيع مدى وافع غلبة الرمز عند المهاجر مع التمثيل لا كل اللي قالوا فيه قاصدين بذلك الى دلالات تستنبط من القصيدة جملة دي اللي تقالت في كتاب المدرسة قاصدين بذلك الى دلالات تستنتج من القصيدة فلما يجي يقول لك ليه المهاجر استخدموا الرمز اللي هي بمعنى اخر جذب الانتباه يعني المهاجر لما استخدموا الرمز لان هما لقوه بيخرجهم عن الاطار الايه الاطار التقليدي للقصيدة وبيعمل نوع من جذب الايه شباب جذب الانتباه هل تحققت مقومات القصة القصيرة في قصة نظرة ووضح لما تقول الحقيقة يعني ايه مقومات القصة القصيرة جماعا يعني اللي هي مبادئ القصة القصيرة فما تتخضش بالسؤال ده مقومات القصة القصيرة هتقول لي مبدأ الوحدة ومبدأ التكسيف وتفاصيل الانشاء وفعلا تحققه في نظر يعني مبدأ الوحدة نظرة بتعالج فكرة واحدة بعاطفة واحدة لهدف واحد الفكرة الوحدة هي الاطفال المطحونة ديت والعاطفة الوحدة الاشفاق على هذه الاطفال والهدف الوحدة وازالة العناء عن هذه الاطفال انا كده استنتجته من قصة نظرة طب والتكسيف والتركيز طبعا الكاتب حققه بقوة جدا عن طريق انه هو لم يستطرد فيه لم يأتي بشخصيات سنوية ولم يستخدم الالفاظ الا بعناية فحقق مبدأ مهم جدا التكسيف والتركيز بوحدة الفكرة ووحدة الهدف ووحدة الانطباع اما عن تفاصيل انشاء ايه السؤال طويل شو هيا معلش طب هتقول له تفاصيل انشاءال الشخصيات هتقول له الاربع شخصيات اللي هو الكاتب كراوي والبنت كبطلة والاطفال اللي كانوا بيلعبوا والست المخدومة السيدة اللي هي الطفلة بالشارع عندها يبدون الاربع شخصات وكلهم اساسيين طبعا وحقق التشويق لما كان مثلا والبنت بتعد الشارع وهو قال وانا عدت وراها ولقيتها وقفت فجأة فقدم احداث واخر احداث للتشويق فحقق مدى التشويق وهكذا فالكاتب فعلا حقق كل مقومات القصة القصيرة دي كانت اسئلة مختارة من كتاب المدرسة واسئلة مهمة للغاية تعالوا بقى اسئلة سريعة كده من امتحانات السنوية العامة علشان بيكررها على فكرة الاسئلة دي بتكرر وانا عايزكو تبقو يعني عودكو حتى لو ما تكررهاش بالزبط عايز عودك بس على انه ساعات بيلف كده في السؤال يمين وشوال وانت سيبك منه يعني عايز ايه يعني انه تخطى فكرة السؤال عايز ايه دي يقولك ايه مثلا مصر ما الذي كان ينشده البرودي من مجارات فحول الشعراء ومعارضته لهم في العصور الحديثة الرهنة البرودي ماذا كان ينشد يعني كان عايز يعمل ايه يعني اولا مكتوب في كتاب المدرسة صراحة انه كان بينافسهم يعني كان فيه نوع من المنافسة عشان يعلم المشتواه الشعر وعشان يقدر يرقب الشعر فكانت منافسة البرودي لهؤلاء من اجل الرقي بالشعر وليثبت ان الضعف الذي طرأ على الشعر العربي انما هو يعود لضعف الشعراء وليس لضعف اللغة الايه العربية فدي كان الهدف من مجارات يعني ايه مجارات عشان فيه سؤال قبل ايه برضو طرح بعد ايه قبل كده ما معنى المجارات المجارات يعني المحاكاة والتقريد ده بالنسبة دي اللي كان بينشده البرودي بولي بعد كده ميقول لي اه بص كده تولدت موضوعات جديدة لدى مدرسة الدوان انطلاقا من مفهوم الخاص للشعر عنده وموضط ذلك يعني ايه بزاك Particularly يعني ايه المفهوم الخاص للشعر وتولدت هو السؤال هنا بتتكلم عن ايه عن موضوعات الشعر خلاص باي سيبك من اللي حواليه خلاص انا عايز بصده انا بعودك سيبك من الهصة دي هو ركز معايا السؤال بتتكلم عن ايه موضوعات الشعر عند الدوان تngulo انت تعرف ايه في موضوعات الشعر عنده الدوان خد عندك موضوعات الشعر عند الدوان الرجل المرور والكواء مش كده مش هي دي الموضوعات تكتب له كل ما استعقوا رسائل المزن لنفسه كل ما استحدثه الدوانيون من موضوعات وزا بقولنا ارجع للمبدأ تاني اللي انا بدأت بيه وكنت بقولك عليه لما ما تعرفش السؤال عايز ايه سمع الجزء كله بتاعه ارجوك لو سمحت ما مفهوم الشعر عند الدوان ستقول له ما مفهوم القصيدة عند الدوان اللي جابة صغيرة على فكرة مفهوم الشعر عند الدوان هو التعبير عن النفس الانسانية بس هو ده هو ده ما فهوم الشعر عند الدوان طب القصيدة ما فهوم ايه عند الدوان ان هي كالكائن الحية تتكامل اجزاؤه هكتب دي بس يا استاذ فيه ناس تستخطر يقول لك انا حافظ خصائص كلها انا هكتب خصائص كلها لأ طبعا لأ طبعا ده هيأثر على وقتك خلي بالك يا جماعة الحتة دي مهمة من الحاجات اللي بتضيع الوقت في اللجنة انك عايش تكتب كل حاجة انت عايزة لأ ايه ده كده وما تخافش وزي ما قلت لك وانا بطمينك وقلت لك ان فيه اسئلة فعلا بتحتك طويل يعني مقومات القصة القصيرة اللي اتحققت في قصة نظرة شفت احنا عادنا نكتب قد ده لكن الجزء اللي هو بتاعدها نكتب حاجة صغيرة فحسب السؤال ده يعني حسب السؤال سؤال برضو يقول لي هنا معقول يا استاذ يجي يقول لي سمات المدرسة اه كان عملها مرة في التسعينات وجاء قال له ما سمات او ما خصائص مدرسة ابولو الفنية يا انا عربي يا استاذ خصائص مدرسة ابولو ده من حيث المضمون ومن حيث الشكل اه لو جالك سؤال زي ده لا تتردد انك تكتب كل الخصائص بالاستشهاد على فكرة تلوي جايبوا سؤال لو واحدهم يعني مش جايب معاه اسئلة بقى تانية اللي هو سؤال بس في المقال وانا في القصة القصيرة صغير كده فيا جماعة انا من طالما ما حددش ثلاثة ولا اربعة اكتبهم كلهم طب يا استاذ لو نسيت خاصية يعني ولا واعت مني حاجة لا ما تخافش يعني خاصية ولا حاجات بسيطة كده ما تبقاش بقى ايه يعني عايز بقى كل الكلمة وتقعد تفتكر كل الكلمة وكأنك بتمتح الأدب بس لا ما تخافش لو حتى نسيت خاصية سؤال كبير ان شاء الله مش هيخصم لك حاجة بس انت ايه تملى عين يعني اكتب الاجابة اللي تملى العين يعني برضو بيقول لي هنا بص بول لي سؤال برضو غريب شو بيقول لك علل اتخاذ شعراء المهاجر القصة وسيلة للتعبير يطرى ليه القصة للمهاجر اتخذوا القصة وسيلة للتعبير هو جيب برضو في كتاب المدرسة قال له للتعبير عن دلالات او لتحليل العواطف الانسانية المشاعر الانسانية يعني تحليل المشاعر الانسانية والتعبير عن صراع الفكر والقلب حول قيادة النفس يعني هما ألفوا قصص علشان يعبروا عن تحليل المشاعر الانسانية وصراع الفكر والقلب في قيادة النفس دي يعني برضو سطرين كده صغيرين كده بما جايبهم فخلي بالك برضو من هذا السؤال السؤال بعد يقول لي واما تلاميذ البارود بين اتجاهين اه انت عارف اللي هو الاتجاه القديم والاتجاه والاتجاه الحديث اللي ينور عليك فيما اتفق شعراء المهاجر وفيما اختلفوا مع مدرسة الدماء النفس بتاع ابوله بالضبط اتفقوا في كل شيء مع عدمين طبعا هتقول له ايه ايه اللي اتفقوا فيه زيتيت التجربة وحارة العاطفة طبعا زي ما قلت انا بدي مفاتيح اجابة سريعة عشان بس انا بكلم ناس مذكر ادب ناس عندها فكرة عن الادب اه فمش بكلم ناس لسه عايز التوقعات ويجري يعني لأ طبعا معلش يعني ديت ايه انا بكلم الناس اللي تعبانا من الاول السنة اتخذ شكل القصيدة عند مدرسة ابوله منحة تجديديا اذكر سلاسا من مظاهر هذا التجديد ده بقى اطبعا كانت مشكلة كبيرة عند طلاب كتيرة اوعى تقع في المشكلة ديت ودي هقولها في الاخر وهختم بيها انا اصدت اختم بالتحذيرات علشان مهمة اوي ايه هي بقى الحتة ديت شكل ايه يا أستاذ طيب عادي يعني لأ فيه خصائص من حيث الشكل وفيه خصائص من حيث المضموط اوعى تخلط نابل اتنين هو بقولك تلاتة من ايه مناحي لي يا أستاذ نواحي يعني كلمة مناحي يعني نواحي انا مش فهمها يعني ايه مناحي هو بتبصيبها رمية في الشارع مش فهمها رمية عشان ما تقفش لاني كلمة ساعد بتفسد السؤال يعني الطالب ساعدت يلاقي الكلمة مش فهمة في السؤال مثلا كانت مش عارف مدرسة ابوله من روافد الرومانسية يعني ايه روافد دي بقى مش جاهز عايز يخدعني مش جاهز عاربها للفهمة اللي بتشتغل في غير معدادية يا عمي مش هتفرق والله معك كلمة روافد ولا مناحي عينك على العنوان الكبير اللي موجود في السؤال السؤال بتكلم عن التجديد عندما درست ابوله خلاص انت بس منحس ايه الشكل اه اللي هي بقى تنوع التفعيل في البيت الواحد مش كده تقسيم القصيدة تقسيم القصيدة الى مقاطع الدعوة الى الشعر المرسل استخدام الموسيقى الهدية الوحدة العضوية بثلاثة طبعا بيقول لي كيف نظر كيف نظر شعراء المدرسة الواقعية الى موسيقى الشعر يعني ايه موسيقى الشعر يا استاذ يا جماعة معنى موسيقى الشعر يعني الوزن والقفية طب المدرسة الواقعية نظروا للموضوع ازاي لا خيروا تماما البيت حولوا السطر والوزن حولوا التفعيلة والقفية تنوعت يا ر�이ت نكتبها كده بلاش تستخدم وانتو بتجوب السؤال ده جماعة تحذير معلش تحذير غريب شوية انتت هتستغرب معاين بلاش تستخدموا كلمة استبدالوا لان انتو ساعات بتعكسوا المعنى يعني ساعات طلابه كثير يقول لك ايه استبدالوا التفعيلة بالوزن عفوا لا هم بيقولها بيقولها ازاي استبدالوا الوزن بالتفعيلة طلب تقول كده استبدالوا الوزن بالتفعيلة واستبدلوا البيت بالسطر واستبدلوا القفية بالتنوع على فكرة انت كده مدخل الباق على التفعيلة مش كده استبدلوا الوزن بالتفعيلة غلط ليه؟ لان الباق تدخل على المتروك يعني ايه على المتروك؟ يعني ما قول استبدلت البيت بالسيارة يبقى انا استبدلت ايه؟ يبقى انا اشتريت ايه وبيعت ايه؟ ما قول استبدلت البيت بالسيارة انا بعت ايه كده؟ اه انا بعت السيارة لان الباق تدخل على المتروك فانت لو قلت استبدالوا الوزن بالتفعيلة انت عكست الدنيا انت كده قلت انهم اخذوا الوزن وسابوا التفعيلة حتى ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير العلماء نعلمها لنا قالك الباق تدخل على المترك يعني تشوف انت هتترك ايه وتحط في الباق اللي هي مع كلمة استبدال يعني فانت لو عايز تقولها استبدالها تقول ايه استبدالوا التفعيلة بالوزن واستبدالوا السطر بالبيت والقافية تنوعت فعشان نكتبها صح لقيت نفسك هتطلخبط بقى وانت ما صدقت يعني مش عايزين فلسفة قول يا سيدي وضعوا او استخدموا الوزن بدلا التفعيلة بدلا من الوزن عشان يعني ايه ما اطلخبطش نفسك بس خلي بالك عشان تكتبها صحيحة لان طبعا لو وقفوا قصادها ممكن يعني ايه ممكن يعني ينزلها لك اه لانه من حقه طبعا ده شباب عن بعض الاسئلة اللي احنا قلنا عليها واخترناها وفيه برضو بعض الاسئلة اللي كده اشير اليها ممكنش اسئلة قوية قوية بس برضو يعني اشير اليها مثلا اقولك العوامل اللي اصطرت في البرودي العوامل اللي اصطرت انا قلتها من شوية اللي هي نقاء زهنه وسلامة فطراته وتتلمزي على يد الشيخ حسين المرصفي وقراءتي للشعر القديم المقصود بالمجراء ايه المجراء يعني المحاكام لما يقول لي بقى حاجة غريبة شوية علل غلبة الذهنية على شعر الديوان طب اصطرت انا عارف ان الديوان عندهم الذهنية غالبة طب ليه اه بص ليه ديت علشان هما كانوا بيتعمقوا في ظواهر الاشياء ليصلوا الى بواطنها يعني بمعنى الاصح بيفكروا في بواطن الاشياء وليس في ظواهرها بس انت عارف لما خدوا على الكلاسيكيين اهتمامهم بقشور الاشياء فدي كانت من ضمن العيوب اللي كانت عند الكلاسيكيين وهم بقى يا سيدي بقى يهتموا اوي ببواطن الاشياء وتأملوا اوي فده اللي خلى الزهنية عندهم تغلب على تغلب على على شعرهم كمان لما هم حولوا او تأملوا في الكون كثيرا ده برضو خلاهم نزعة التأمل خلتهم يغلبوا الجانب الفكري على الجانب الوجدان السؤال مشهور جدا بقول لي هل ترى تعارض ما بين حب الطبيعة والحزن والتشاوم يعني عند ابوله وعند ديوان وعند دومتران وعند كل الرومانسيين يستخدمون الطبيعة ورغم ذلك يعني تجدهم في اشد حالات الحزن طب ليه الطبيعة بالنسبة لنا رفاهية احنا ما نشوف الطبيعة بنرتاح بالحمد لله بتبقى نعمة من عند ربنا رحمة لكن هم بالنسبة لهم بيستخدمها في وسيلة للتعبير وليست وسيلة للترفيه يبقى الإجابة اقول له هي اقول له لا تعارض لان الطبيعة عند هؤلاء للتعبير عن مشاعرهم وعن احزنهم وليس للترفيه السؤال اللي بعدين بيقول لي علل تأثير الشعراء الوطن العربي بشعر المهاجر قلنا سببين سبب الاولاني ان المهاجر كانت تعتبر هي بوابة التجديد بالنسبة او رواد التجديد بالنسبة لشعراء الوطن العربي واتحادهم في المزهد طبعا لما يقول لي ايه العوامل التأثير في المقال من حيث المضمون يعني ايه استاذ بحل احنا قلنا برضو قلناها في الحلطة الاولانية بص النظرة اللي احنا قلناها في اول الكلام ديت عن ديتك كده رؤية الادب قلناها لو تفتكر من حيث المضمون قلنا ان شخصية الكاتب ثقافته ميله الى الاطناب او الى التلخيص او اختصار يعني كمان وسيلة نشر المقال طبيعة موضوع المقال كل ذلك يؤثر في المقال ويجعله ايه شباب ويجعله ايه تنوع ده عن الاسئلة المختارة سريعا من دليل التقويم امتحانات سنوع عام وكتاب المدرسة وصدقوني والله العظيم ما هتلاقوا برا الاسئلة دي عشان ما حدش يقول لي عشان انت بتتوقع ايه بقى في الادب يعني ايه انت انت قلنا بقى تتوقع ايه في الادب لعبة التوقعات ده جماعة يعني خبط عشواء نوع من التصور على الغيب يعني او نوع من انواع اقتناص الفرصة انه واحد عايز يقولك حاجة ولما تيجي يبقى هو كده اقال حاجة لا انت معك منهج وبالهدوء اللي انا بتكلم بيه ده هتلاقي الاسئلة قدامك بسيطة خالص وانت مرتب معلوماتك مش هيهمك اللي ييجي بقى لعني ساعت بس لقي الطلبة اه اه ده اللي عيجي ييجي ومش مركز مش عارفة هيكتب ايه اصلا ولا مركز في اللي بيكتب يعني طيب زي ما قلت بقى خلي بالك بقى بين بعض التحذيرات وبعض الملاحظات انتبوا بقى شباب اخيرا اختم بقى بالملاحظات والتحذيرات اولا هل هناك سمات اسلوب الشعر يعني يعني دي حتة في النصوص اه بس انا بالحق اقولها لك عشان هي مرتبطة بالادب لو جاء لك سمات لو جاء لك كده سمات اسلوب متران سمات اسلوب احمد شاوي سمات اسلوب ابراهيم ناجي على طول سمات المدرسة يبقى انت اكتب في ملاحظاتك كده اذا طلب منك في النصوص سؤال فعن سمات الشاعر اكتب بتاعت المدرسة بتاعته سمات الشاعر يا سمات مدرسته خصائص المدرسة يعني اكتبهم كلهم يا استهز والله اللي تقدر عليه بقى بس هوما منجيبش كده يعني هوما منجيبش كده هو يجيب بقى خصائص الكاتب يعني يجيب لك خصائص الرفعي طبعا الرفع طبعا موجودة خصائص الرفعي في الكتاب بالنص ولازل تكتبها زبою في الكتاب مش الناس بقى اللي بتحفظ لي خصائص عامة تكتبها في اي كاتب واي شعر. الكلام ده طبعا بفعش في سنة عامة خالص. طب بالنسبة ليه اه الصلاح منتصر برضو في تسلسل الافكار ووضوحها الى اخر. اه في خصائص. لكن الشعراء ما عندناش خصائص للايه شباب ليه الشعراء. طب الشواهد بقى مش كنت الشواهد بقى اللي عاملالي قلع على صفحة الفيس وفي التليفون وفي كل حتة. استاذ احنا من اول السنة ما بنحفظ فيها. استاذ انا مش لاحق. طب ما تجمع علينا الشواهد. بصوا جماعة. يعني انا انا مش مش هقدر اديك حل سحري. يعني في الاخر وفي الاول. اه لازم انت تتعب ولازم تعد تزاكر ولازم اه تخفف عن نفسك اه. فحاول انت بقى تاخد بيت واحد على كل حاجة وتستشهد بيت واحد. الا ازا كان بقى امتى تستشهد بقى اكتر من بيت. لازم تستشهد بقى اكتر من بيت. لو كان الكلام عن الشعر المرسل. يعني انت مسلا بيقولك استشهد على الشعر المرسل عندي مثلا عند الدوان. ما ينفعش اكتب له بيت واحد. ازاي استشهد له على التنوع القفية وانا اجيب له بيت واحد. المفروض ان فيه قفيتين. يعني الابيات بتاعة العقاد وسائل امنا الارض. سؤال الطفل للام فتجيبني بما افضى الى ادراكيه علمي. جزاه الله من ام اذا ما انجبت تأيدي. مخبالك اه لازم اقولي التلات ابيات بقى معلش المرات يعني. اما بقى هل يجوز ان انا استشهد من النصوص المقررة علي. اه بس بشارت. يكون مناسب للخاصية اللي هو طالبها. يعني لازم نتركز كده انا غربة وحنين مثلا. وعايز استشهد على حاجة. اه ماشي. لكن ما ينفعش اقول له وصف المخترعات الحديثة. وروح استشهد له من غربة وحنين. هو ما وصفش المخترعات الحديثة. حتى السفينة ما وصفهاش. يا ابنة اليام كان بيعاتبها وخلاص. فاذا لابد من الذكاء في الرابط بين ما حفزت من النص وما اريد ان استشهد عليه الادب والبقى طبعا لابد ان يحفظ. اللي بقول ما بيجيش يروح يبص بقى في كتاب المدرسة مع التمثيل كل شوية ويبص في امتحان سنو عامة برضو في التمثيل. ما حتحفظه ام الله ان شاء الله باذن الله. ده حاجات بسيطة خلص ده. يا جماعة حاجات ما ما تاخدش يعني ساعة حفز. بجد قعد اه ساعة كده واختار ابياد صغيرة وسهلة كده وان شاء الله هتحفظها باذن الله بس. اه لما يجي يقول لك بقى اه ما يجي يقول لك ايه سمات او ايه مضمون الشعر الجديد. ايه سمات الشعر الجديد من حيث المضمون. الشعر الجديد. الشعر الجديد يعني نرسل وقعية ده سؤال سنو عامة. انا جبته حتى في الملاحظات عشان اقول لك خلي بالك. سؤال سنو عامة قال له قبل كده ما سمات الشعر الجديد من حيث المضمون. الشعر الجديد احد تسميات المدرسة الوقعية فانتبهوا لي هذا السؤال. اه نيجي بقى دي اه كلمة مآخذ. يعني ما يجو ايكو 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 ابل له المهاجر الوقعي عفوا الديوان لأ ابول له المهاجر الوقعيه التلات مدارس دولت الخصائص بتنقسم الاثنين ماضمون شكل شكل مضمون شكل انهم هال 3 مدارس الاولينيين mountain and year school فخليه بالك في التلات مدارس التانيين هو بيسال في ايه خصائص من حيث ايه من حيث الشكل ولا من حيث المضمون فنقطة خطيرة جدا وهقولها لك كمان شوية powder تخلط علشان نختم بيها عشان تفضل في ودنك اخر حاجة احذر من الخلط بينه. طب ما هو الاستشهاد في الناصر خلاص قلناها? ما الفرق بين تسمية الديوان والكلاسيكين لدوينهم? ده سؤال برضو انا يعني جبته كده وانا وانا بقرأ كده اسناء ما كنت بتصفح الكتاب. لقيت بقولك ما الفرق بين تسمية الديوانيين لدوينهم وتسمية الكلاسيكين لدوينهم? كتب في تابنا مسلا. تسمية الديوانيين لدوينهم? كانوا بيحطوا العنوان للديوان ككل. وده من مفاهيم الوحدة العضوية او فكرة العنوان عند الديوانيين. كانوا بيحطوا العنوان للديوان ككل. زي دوان عابر سبيل وغيره من الدوويين. اما الكلاسيكيون كانوا يقولون دوان شوقي دوان البارودي دوان اه مثلا حافظ ابراهيم فما كانوش بيحط للديوان عنوان فدي حتة كده من بين السطور عشان ما يعني ما تحكش علينا ولا جبلنا اللي ايه تايها يعني. برضو يقول لك ايه لم يقف الكلاسيكيون عند القصيدة. وضع ذلك. يعني ايه السوء لم يقفوا عند القصيدة ديت? ده سؤال برضو كده من وسط كده. يعني ايه لم يقفوا عند القصيدة? قال ان هم عملوا حكتين غير القصيدة. اللي هي المطولات بتاعة مجد الاسلام بتاعت احمد محرم. اللي هي الاليازة الاسلامية. اسمها المطولات. وعندك كمان الشعر المسرحي. احمد شوقي عمل الشعر المسرحي. اذن هم عملوا تلت انواع من الشعر. الشعر الغنائي اللي هو القصيدة. والشعر الملحمي اللي هو بتاع احمد محرم اسمه كده المطولات او مجد الاسلام او الملحمي الى اخره. الشعر الملحمي اللي هو الاليازة الاسلامية. الشعر التالت اللي هو بتاع احمد شوقي اللي هو المسرح. اذن فعلا لم يقف الكلاسيكيون عند القصيدة. بل خرجوا على إطار القصيدة وقالفوا فنونا أخرى المطولات هل موجودة المطولات بس عند الكلاسيكيين برضو دي ملحوظة كده تلاحظ ان المطولات موجودة عند الكلاسيكيين وموجودة كمان عند المهاجر المهاجر كتبوا في آخر حاجة كده ولك ومن ضمن الحاجات اللي اهتموا بها في المكانة بتكلم عن القصة عند المهاجر وبتاع قالك انه فيهم كتير كتبوا مطولات زي التلاصم وغيره من هذه المطولة كده اسمها لايه اسمها التلاصم وغيرها طبعا كتير ده انا بس بدي لك ايه يعني مجرد حاجة سريعة نختم بقى شباب باهم حاجة لا تخلط اولا ما تخلطش وانت بتجاوب ما بين خصائص المضمون وخصائص الشكل عشان خطري اقرأ السؤال على مهلك وشوفه كاتب بيطالب الشكل ولا المضمون كمان نقطة خطيرة في المقال اوعى تخلطه ما بين السمات الاسلوبية وما بين السمات العامة في حاجة اسمها سمات عامة في حاجة اسمها سمات اسلوبية وموجودة كده في الكتاب بصراحة ايه السمات العامة الخصائص العامة النسرية والذاتية والاقناع وتحقيق التكوين الفني والتشويق بص دي اسمها ايه خصائص عامة وتنوع الاسلوب وغيره والقصر دي اسمها الخصائص وتشرحها طبعا المشرح دي اسمها الخصائص العامة او السمات العامة كلمة عامة دي ركز فيها شوي انما لو قال لك السمات الاسلوبية اه صحي كده زي ما الناس بتقولها معايا وضوح وجمال وقوة لابد ان المقال يكون واضح بالبعد عن المجازات البعيدة والالفاظ الغريبة ولابد ان يكون قوي ولابد ان يكون جميل الى اخر الحكة دي كلها بس ما السمات اللي بقى تاني كده مش دي مشكلتي في العنوان عنوان لان انا جيت قبل كده وعملت لخبطة ده حتى اللي حطت نموزج الاجابة نفسه غلط وحطت واحدة بدل واحدة ورجع عدله نموزج الاجابة والقصة يعني ما تعلقوش اي غلطة بتتعدل ما تعلقش تعلقش وتبقى في صف الطالب عشان تكونوا فهمين يعني المهم من السمات الاسلوبية اللي هتخلط ما بين السمات الاسلوبية في المقال وما بين السمات العامة في المقال كمان من ضمن الحاجات اللي تخلي بالك منها وتحذر منها اوى شباب الخلط بين المظاهر والعوامل كتير قوي لما قول للطلاب ايه مظاهر ضعف الشعر يقول لي التطار والعثمانيين والمماليك ايه بالراحة بالراحة انا ما قلت لكش ايه اسباب ضعف الشعر عوامل يعني اسباب يا جماعة عوامل يعني اسباب لكن مظاهر ضعف الشعر انتبهوا يعني صفل الشعر كان ضعيف قد ايه اللي هو ركاكة الاسلوب وضعف اللغة وجهل القارئين له دي اسمها ايه تاني كده معلش الحتة دي مهمة الفرق من مظاهر وعوامل فدي من ضمن التحذيرات ايضا اللي بحذرها لك لا تخلط بين المظاهر والعوامل اخير انا شباب اذكر اربعا من اه في سؤال كده يعني انا برضو بيتداول في بعض الصفحات او جالي يعني بولي اذكر اربعا من مظاهر المقال الصحفي او تأثير المقال الصحفي في لغتنا المعاصرة جماعة الكلام ده تلغى ما فيش حاجة اسمها تأثير المقال في لغتنا المعاصرة لان بعض الجرائد للأسف الشديد للأسف الشديد برضو ان تشتخيلها جماعة الموضوع ده بيعمل ايه في الطلاب بعض الجرائد وبعض الكتب الغير مسئولة وبعض الناس اللي بتحط اسئلة ومانش عارف حاجة في المنهج وعشان يجزب الانتباه وخلاص عمال يقطع في عصاب الولاد وعمال يجيب اسئلة مالهاش علاقة خالص اصلا بالمنهج ولا بغيره وبعض المدرسين بقى عايزين دلوقتي يعني يجيبوا التايع يوم يقعد يجيب بقى ايه يحور في الاسئلة يمين وشمال وبصت ليه يحسس الطالب انه مش فاهم حاجة او يسمعوا كلام جديد لما تلاقي عامل كده وتلاقي عصابك بتبوز المفروض انه لما تروح للأستاذ تخرج عنه من عنده مطمئن تخرج تسمع الكلام اللي انت بتذاكره بس يرتبهوه لك يقول لك خلي بقى لك لو ايزا ما انا عملت معك كده بالروح بيهدوه كده لكن اطلع بقى حاسس انه الناس كل حاجة وحاسس ان الأستاذ بقى ايه بقى الأستاذ فاكر انه بيعمل كده عشان تروح تذاكر بقى يعني تقطع تقطع ايه ده انت بتقطع عصابك فما اعسس بكم بجد انا عايزك بقى ايه يعني الناس الغير مسؤولة دي بجد يعني معلش يعني بلاش تفكر في الكلام اللي بيقولوه وبلاش المصادر غير المعتبر عشان كده انا يعني بيهدوء شديد طلعت لك من امتحانات سنوعة من دليل التقوية من كتاب المدرسة وبطريقة جميلة وان شاء الله تكون انفديتك باذن الله رب العالمين ابناء الطلاب وارجو ان تكونوا قد تنبهتم الى كثير من النقاط المهمة وارجو ان كنت ان شاء الله رب العالمين تحسوا كده ان كنتوا سيطرتوا على الادب باذن الله رب العالمين واللي برضو حاسس ان هو تاية شوية في حسة الادب بالخريطة الزهنية على اليوتيوب موجودة وتنزل الخرائط الزهنية عندك شعرا ونسرا فيه كمان حصص الادب كلها موجودة على الصيط اللي عايز يراجع مدرسة او حاجة عايز يسمعها ممكن تفضل انت كده تشغلني جنبك كده بذكرلك اسمنا بنذاكر مع بعض ابناء الطلاب ارجو ان تكونوا قد استفدتم فيا يا رب كده ان شاء الله باذن الله يآمن روعاتكم ويشرح صدوركم ويذكركم ما نسيتم ويعلمكم ما جهلتم وان شاء الله رب العالمين يبارك لكم في كل شيء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والى اللقاء في النصوص ان شاء الله رب العالمين قريبا جدا النصوص على طول اقول لكم برضو كده برضو توفق كده ونجيب الاسئلة ونعرف كل الاسئلة اللي على صفحة بنذاكر ان شاء الله اختار منها الاسئلة المعتبرة والمهمة وتكون مفيدة ان شاء الله ابناء الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته